السلام عليكم لبنات اليوم سنتعلم هذه الغرزة التي هي غرزة السموكي او غرزة اليسمينة وهنا نستعملها في المفارش او المخايت ونبدأ بسم الله مقص عقاش نحتاجون ساتا هنا نخطط ساتا لونه ازرق اول حاجة نقوم بها هي نرسم مربعات كما ترون في الورق طول كل مربع هو 4 سنتين نرسمهم على الورق هذه اول خطوة ونحتاج ايضا ستما قلت لكم نحتاج هذا الديكال كي ننقل عليها الرسم على الساتا ونبدأ بسم الله اول حاجة نقوم بها هي نحكم الديكال كم ساتا كما ترون نضعه في فضل خماش ساتا ونقوم بها اول حاجة كما ترون اول حاجة هناك ونقوم بها ونقوم بها هناك ونقوم بها بعد الورق كما ترون نرسم هذه الخطوط التي تشاهدون فيها تشاهدون هذه الخطوط التي تشاهدون هذه الخطوط التي تشاهدونها 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 تشاهدون تشاهدون نقلنا رسلنا على الفلاش سوف نقدمه لكم بشوفوهن بعد ما قمنا بالرسل راكم تشوفو نقلنا اكم تشوفو في النقاط اللي عينناهم اكم تشوفو فيهم في الخطوط ان سواعنا اللي رسمناهم اهم الخطوط اللي رسمناهم نبدو عملية العمل بتشكيل حبة الياسمينة كما راكم تشوفو بعد ما نقلنا رشكو نقلنا بعملية العمل طريقة العمل عن هذه اللي رسولة نكمنا نهمه بهذا ن正 البهرح و نبدو في هذا موزق Sylvie انتهى بشكل البهر نظoque ان اشكل القطار الاول كما راكم تشوفوا احنا ندخلوا الابرة هنا كما راكم تشوفوا نزيدو ندخلوها بالطريقة هنا و بالاحسن هنا هزو الخيط كما اللقماش باش ما تسبلكمش الخياطة وتبتع كما راكم تشوفوا احنا نحكمها احنا نحكمها و نبدأ نخيطو فيها جيدا خيطوها نحبش ما تتحللن نشدو من الناس نشدو من الناس نشدو من الناس انا احنا خيرتها نوعية على الققاش لاكم تشوفوا فيها هذي هكذا نشدو من الناس نشدو من الناس نشدو من الناس نحلو هذا المربع فارغ نبدو في المربع الثاني نحكموا تبتوا هنا الخيطن ذيها باش ما تتحللناش الحبانتانة اليسمي كما لكم تشوفو نجدو في الطرف الثاني ها عند رأس المربانتانة كما قلت لكم طول كل مربع انا درتو هنا ربعة سونسيم وهذا اختيار اللي بالنسبة لكم كل واحدة كيف هتحبت تدير نفس الطريق هاكتو انا كم تشوفوها باتشكل يسمين اليسمينا تنية وحايتوهاب نستاريق انا كم تشوف نستطيع 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 انجل هذا ونجبت الخيط نسعنا الاطراف كما رأيكم تشاهدو ونخيط الوردة نسعنا نفس طريقا نفس طريقا نكملو الوردة نسعنا اليسمينة نسعنا من المنزل في هذه الطريق نسع نفس طريقا نجلب هذا المربع ثيرًا ونبدو منا ونبدو مظهر ونبدو مما ونبدو مطلق يمالك مزيد بها هكذا حتى نستعمره حتى نكمله ورده انتعنا كامل نستعمر بالعمل بنفس الطريق نزيده نخليه هذا المربع نخليه نضغه هدوك هذا السطر كامل فارغ ونبدوه في السطر الثاني هاي تبتو الخيطان تانا تبتو الوردان تانا جيدا كما راكم تشوفون تبتوها مليح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تبتو مليح تفرق كما قلتو لكم ونبعد نزيدو حسا ندورو على الاطراف المربع بين رابعة كما راكم تشوفو فيهم دوروا ليهم الخيط للطريق كما راكم تشوفو فيهم هاكتا ونبعد نبدو من جبدو في الخيط انتعنا ترجمة نانسي قنقر 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 في الاخر نتمنى الفيديو عن هاليوم يكون عجبكم تكونوا استفدتم بقدر مستطاع ونقدر نستطع لكم بطريقة صنع هذه الغرزة نوكي او غرزة اليسمينة في الاخر ما تنسى وش إذا عرفكم الفيديو نتاع اليوم دلوا لي لايك واشتركوا في قناتي والسلام